الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم نعيش مع حلقة جديدة من برنامج سيرة رابع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما مضامن الحلقات قد تعرفنا على حسبه ونسبه وولادته وكما تعرضنا لبعض فضائله الجليلة أما حديثنا اليوم عن شجاعته رضي الله عنه فكونوا معنا لنتحدث ونستمع معا لعلنا نستفيد من سيرته الأعطرة أيها الأحبة الكرام إذا تكلمنا عن شجاعته رضي الله عنه فهو الشجاع المقدام والشهيد الذي قتل غدرا فقد ضرب رضي الله عنه أروع الأمثلة في الشجاعة منها مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الهجرة وهو رضي الله عنه يعلم أن المشركين يريدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله والحقيقة أن هذا الأمر لم يكن أمرا يسيرا وسهلا يمكن أن يقوم به أي واحد بل الأمر كان شديد الخطورة فمن يجرأ على البقاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأعداء قد أحاطوا البيت يتربصون به ليفتلوا والعياذ بالله من يفعل هذا ويستطيع البقاء في هذا البيت وهو يعلم أن الأعداء لا يفرقون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مضجعه إنه لا يفعل ذلك إلا أبطال الرجال وشجعانها بفضل الله تعالى وقد قال الإمام العربي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَخْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ سبب نزولها أن قريشا اجتمعت في ذار الندوة فتشاوروا حتى اتفقوا على أن يأخذ من كل قبيلة رجل سيفا فيضربونه ضربة واحدة أي أن يقتلوه والعياذ بالله وجاء جميل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه بذلك وأذن له في الخروج فأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يتجع على فراشه ويتسجى ببرده الحضر به فقام علي على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداء له وخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤنسا له ثم يردف ابن العربي رحمه الله تعالى قائلا يجب على الخلق أجمعين أن يقو بأنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يهلكوا أجمعين في نجاته فلن يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه وأهله والخلق أجمعين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرى علي رضي الله عنه نفسه ولبس توب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام مكانا وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألبسه بردة وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد لبس بردة وجعل علي رضي الله عنه يتدور فإذا هو علي فقالوا إنك للئيم إنك لتتدور وكان صاحبك لا يتدور ولقد استنكرناه منه أيها الأحبة الكرام لقد اشتهر سيدنا علي رضي الله عنه بالشجاعة ولم يتخلف عن مشهد شهده رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منذ قديم المدينة إلا تبوك وذلك بأمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقاتل علي رضي الله عنه في جميعها بالفروسية والشجاعة والإقدام حتى أعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللواء أكثر من مرة حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن راية المهاجرين كانت مع علي في المواقف كلها يوم بدر ويوم أحد ويوم خيبر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة ولم يزل معه في المواقف كلها وكما روي عنه أيضا قال تفع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الراية يوم بدر إلى علي وهو من عشرين سنة ومن شجاعته رضي الله عنه مبارزته رضي الله عنه بالوليد بن عتبة أحد جبابرة الكفر وقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه قصة بدر وفيها ثم خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فدعوا إلى البراز فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة فقالوا ممن أنتم قالوا رهتم من الأنصار قالوا ما بنا إليكم حاجة ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة فلما قاموا ودنوا منهم قالوا ممن أنتم قال حمزة رضي الله عنهم أنا حمزة بن عبد المطلب وقال علي رضي الله عنهم أنا علي بن أبي طالب وقال عبيدة رضي الله عنه أنا عبيدة بن الحارث فقالوا نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة حجبة فاختلف ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه وبارز علي الوليد فقتله مكانه أيها الأحبة الكرام وقد كان عمره رضي الله عنه آنذاك عشرون عاما كما سبق معنا قول ابن عباس رضي الله عنه وقد كان علي رضي الله عنه مقداما لا يهاب الموت ومن شجاعته رضي الله عنه أيضا مبارزته في غزبة أحد كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند ذكر قصفة معركة أحد وفيها ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل منكم أحد يعجله الله بسيفه إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى أَعْجَلَكَ بِسَيْفِهِ أو تعجلني بسيفك إلى الجنة فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته فقال أنشدك الله والرحم يا ابن عم فتركه فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلي ما منعك أن تجزى عليه قال إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فالسحييت من أيها المشاهدون الأعزاء ولم يكن لسيدنا علي بن أبي طالب الفارس الشجاع هذا الدور الوحيد في هذه الغزوة العظيمة بل لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت راية الأنصار وأرسل إلى علي رضي الله عنه أن قدم الراية فقدم علي وهو يقول أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبي طالح وهو صاحب لواء المشركين هل لك يا أبو القصم في البراز من حاجة قال نعم فبرز بين الصفين فاختلف ضربتين فضربه علي فسراعه ثم انصرف ولم يجهز علي فقال له بعض أصحابه أفلا أجهزت علي فقال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الراحم وعرفت أن الله قد قتله وفي ذلك يقول الحارث من النظر أفي كل يوم فارس غير منتهن وعورته وسط العجاجة بادية يكف لها عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معابية أيها المشاهدون الأعزاء وللموضوع تتمة سنقبله في الحلقة التالية فأستوضعكم الله تعالى لأننا نكون قد أشرفنا على نهاية جلستنا لهذا اليوم صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والسلام شكرا للمشاهدة شكرا